من الخبر ده الخبر مهم جدا يا أحمد خبر كابتن ربيع ياسين طبعا عايزك تقول البيان طبعا بتاعك طبعا هو يمكن بعض التصريحات الإعلامية يمكن خرجت ومست كابتن ربيع ياسين بناء عليها يمكن كابتن ربيع ياسين موديل فني المنتخب الشباب أصدر بيان أعلن فيه البيان ده أنه تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد ما وصفه بأكاذيب طبيب منتخب الشباب وقال ربيع ياسين في بيانه التقدم كابتن ربيع ياسين بتقرير مفصل عن الجوانب الخاصة بعمله كمدير فني كطلب لجنة تقصي حقائق معنية بالأمر فضلا عن تقدمه باستقالاته الرسمية في تاريخ 23-20-20-20 وحتى تاريخه لم يصدر قرار رسمي أو توصية رسمية من تلك اللجنة أو من اتحاد المصري لكرة القدم حتى يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب ويتحفظ الكابتن ربيع ياسين طبعا على تناول بعض لإسمه وسيرته وأخلاقه التي أعلامها الجميع تناولا يراه لا يليق ببعض وسائل إعلام وتعمد الكذب والتحايل للتنصل من المسؤولية ولن ينحدر إلى الرد عليها فتاريخه لا يسمح بذلك مع تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروج على النص وتم تكليف المستشار القانوني الخاص بالتعامل الفوري مع الموقف وفي النهاية تزول الأسماء ويبقى عالم مصر عاليا قفاقة الحقيقة يمكن ده كانت أو ده كان جزء من نص البيانة اللي صدر عن كابتن ربيع ياسين واللي حمله طبعا طبيب المنتخب منتخب الشباب المسؤولية عن تدهور حالة اللاعبين وعلى إصابتهم في تونس بفيروس كورونا الحقيقة كلام كتير جدا وكل ما وصل لوسائل إعلام وكل حضراتكم تابعتوه على مدار الساعات الأخيرة هي مجرد وجهات نظر قد تحتمل الخطأ وقد تحتمل الصواب احنا في انتظار النصورة كاملة وننتظر كمان أن لجنة تقاصي الحقائق تخرج علينا وتوضح لنا عن أسباب الإخفاق والحقيقة ولو إن كانت النتيجة كانت المسؤولية المتعلقة بالأشخاص اللي كانوا متحملين مسؤولية منتخب الشباب أنا أعتقد أنه فيه إخفاق كبير جدا للتحاد الكرة في التعامل حتى في مرحلة ما قابل السفر لتونس يعني المشكلة مش مشكلة الإخفاق في تونس أو الإصابة العدد الكبير جدا من اللاعبين في تونس لكن فكرة تحضير المنتخب والتخطيط لمشاركته في البطولة دي لم تكن أبدا أبدا على المستوى المطلوب